اهلا بكم اكلة البيتزا مفيش اختلاف عليها مفي ناس كتير جدا بتتعب من العجين زي حالاتي يعني انا ما باكل حاجه فيها عجين كتير بتتعبني جدا فانا عرفت وصفه وجبتهلكو النهاردة هنعمل فيتزا فراخ من غير عجين ازاي بقى اول حاجه يكون معنا صدور فراخ ومعنا كبة هنيجي نحط الفراخ بتاعتنا وبعدين هنتابلها طوابل بسيطة قوي ومنقطرش في التوابل عشان تحافظ على الطعم ملح طبعا فلفل اسود لازم مع اي حاجه فيها زفارة لازم فلفل اسود عشان هو اللي بيضيع طعم الزفارة طبعا بيكون مخصولة كويس بخله ولمون وطقيق فنحط شوية زعتر هنفرم دلوقتي بعد ما فرمت الفراخ بتاعتي هحطها في بولا ونرجع نكمل بقية الخطوات انا فضيت الفراخ بتاعتي في بولا هنجيب صنية هنحط عليها ستراتش ونبدأ ناخد الفراخ بتاعتنا بقى ونفردها على شكل البيتزا هلا قد ما تقداري يعني انا مش بحبها كخينة او رفيعة يعني يكون يعني الصمك بتاعها كويس زي البيتزا العادية اللي احنا بناكلها ودلوقتي هندخلها الفريزر ساعة ساعتين على الاقل ونرجع نعمل صلصة الفيتزا مع بعض دلوقتي هنعمل مع بعض الصلصة بتاعت الفيتزا نحط زيت زاتون وزيت الزيتون ما بيسخنش قوي يعني ممكن نحط صلصة بالوقت عادي ديه تماطم ونحط صلصة كل ده هيتقل مع بعض يعني هو خفيف دلوقتي ممكن لو حبه في الاول تقطعي ببصل و توم بس انا الحقيقة بحبه حطهم بودر علشان انا محبش تعموم قوي في صاصة الفيزو فيتسابدوكل شوية عشان ما رعد يعوي نقلبها نحط بعد الوقت نجيب الطاول بتاعتنا انا عاملها خلطة كده توم فاودر و بصل فاودر مع بعض نجيب الفلفل والمالح و معينا كمان شوية زاطر نضيف شوية زاطر انا اضيف ملح فلفل ثوم و بصل فاودر و الزاطر و الزاطر و الزاطر نعلي بقى عليها نتسبها تتسبت لحد ما تتقل خالص ونروح نجيب الفراغ بتاعتنا من الفريزر انا جبت دلوقتي الفراغ بتاعتنا من الفريزر بصوا مسكت نفسها خالص ومجهزة معي دقيق بيت بق سماء وزيت على النار اللي عايزة يسخن جدا عايزة يسخن قوي يعني هنعمل ايه بقى هنفك الفراغ بتاعتنا نحطها في الدقيق نغلفها كده كويس هنحط تانية كمان ونشيل اي زواج للدقيق كده بقديمة بس بالروحها عشان اا ما تتكسرش من النار نحط كمية بيت كده كويسة وبعدين في البقسمات هم حاجة بقى في البقسمات ان احنا نتكه عليه جامد يعني نغلفها بي كويس قوي انا بس عايزة اعمل تست كده بسيط للزيب اشوفه استغى يعني سخن معي ولا تمام قوي سخن كويس برضو هنزل اي زواج كده اي بقسمات زياده باتك عليها بسم الله انا اعملت الصلصة بتاعتي وتقلت معي هجهزها ولما نرجع هنكمل بقى هشيل البقسمات والبيض والذيق ونرجع لبقعتين انا طلقت الفراغ بتاعتي من الزيت وصفتها على مناديل مطبخ وحاطيتها وخصانية خبز دلوقتي بقى هبدأ اتعمل معيها معاملة الفيزا الصلصة بتاعتي اللي انا عملاها قبل كده هديني الوش بتاعها تمام كده المعند 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 هنزل اضع الحوم سلامي انا بس ان انا دخلها تحت شواية 5 دقائق سبع دقائق كبير قوي لو الشواية بتاعتي ضعيفة تاخد بس لهم من فوق و جبنة تسيح لو انت حاسة ان انت بسوتهش كويس في الزيت عادي جدا هتشغال الفرن 10 دقائق من يبقى الفرن كله وبس 3 دقائق اربع دقائق من فوق عشان الجبنة تاخد لهم انا دخلها تحت شواية وارجع لكم انا اطلعت البيتزا بتاعتي من الفرن نحاول بقى انطلعها بالروحة عشان ما تستمش كده اتنين بسم الله كده البيتزا اللي مش بيتزا خلصت ومستنيها لأيكم لما اتجربوها كمان انا عرفت معلومة مهمة جدا تنفع لاصحاب الكيتو الناس اللي بتعمل كيتو دايت فممكن تقربوها وان شاء الله تعجبكم اشوفكم على خير كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم اشتركوا في القناة